اشتركوا في القناة التي بذلها الملك الراحل من اجل بلاده وشعبه فضائل شهر رمضان المعظم لا تعد ولا تحصى فهو شهر تتنزل فيه رحمات رب العالمين وتضاعف فيه الحسنات وترفع الدرجات وتمحى الخطايا ومن وجده نتابع روبرتاجا حول البعد الروحي لهذا الشهر الابرة متزايد تشهده الجامعات المغربية من قبل الطالبات على الشعب العلمية واقع يشكل تحولا في الاعتقادات التي كانت سائدة والتي تؤكد ان العلوم مجال خاص بالذكور فقط مرحبا بكم من جديد اليوم عاشر رمضان تحل ذكرى وفاة ابل امة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه هي مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة قاطبة تضحيات الجسام التي بذلها الملك الراحل من اجل بلاده وشعبه ونضاله وكفاحه المسميت من اجل الحرية والاستقلال وكذا اللحمة القوية التي تربط بين الشعب المغربي الابي والعرش العلوي المجيد تقرير محمد رضا العبيدي ضريح محمد الخامس برباط هذا اليوم وفود تمثل الحكومة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والامن الوطني والادارة العامة للدراسات والمستندات والقوات المساعدة والوقاية المدنية وادارة السجون في زيارة للترحم على روح ابل امة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه في ذكرى وفاته بحضور محافظ الضريح مؤرخ المملكة عبد الحق المريني مناسبة يستحضر خلالها الشعب المغربي بكبير اعتزاز نضال ملك قدم اروع الامثلة في التضحية وكان قدوة في ثبات على المبدأ ومقاومة السياسة الاستعمارية ورفض مخططاتها ملك مجاهد وقف الى جانب الحركة الوطنية سدا منيعا امام مساعي المستعمر للمساس باللحمة الوطنية والرباط المتين الذي جمع على الدوام الشعب المغربي بالعرش العلوي المجيد خابت المساعي فاقدمت سلطات الحماية على محاصرة القصر الملكي لتطالب جلالة المغفور له محمد الخامس بالتنازل عن العرش لكنه طيب الله ثراه اثر النفي على الرضوخ لارادة المستعمر ووفاء بوفاء انتفض الشعب المغربي وسطرت عمليات بطولية توجت بعودة بطل التحرير الى ارض الوطن معلنا انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال ملحمة عظيمة طويت صفحة جهادها الاصغر لتنطلق معركة الجهاد الاكبر بناء الوطن معركة تواصلت فصولها على يد بان المغرب الحديث جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه وعلى نهجها يمضي اليوم حفيد بطل التحرير جلالة الملك محمد السادس نصره الله فضائل شار رمضان المعظم لا تعد ولا تحصى فمناسبة يستغلها المسلم للتكفير عن ذنوبه ومحوي سيئاته فبهذا شار الأبرك تتنزل رحمات رب العالمين وفيه تضعف الحسنات وترفع الدرجات وتمحى الخطايا من وجدة نتابع روبرتاجا حول البعد الروحي لشار رمضان من إنجاز محمد بلاوي رشيد الاعتابي وحسناء مساوية وجدة مدينة المساجد فحيث وليت وجهك تجد بيتا من بيوت الله وشهر رمضان المبارك فترة روحية وفرصة للإصلاح ومحطة لتعبئة القوى الروحية والخلقية التي يحتاجها كل مسلمين ومدرسة للتربية على تجديد الإيمان وتهذيب الأخلاق وكبح شهوات الرحمة تبث في القلوب وتكثر الأعمال الخيرية والتعاذر ولله الحمد نلاحظ أن بعض العادات السيئة التي تسود في المجتمع تغيب في هذا الشهر المبارك الاشتغال بالقرآن الكريم والاشتغال بالصلاة وبالصيام وبالقيام وهذه كلها أشياء من شأنها أنها تجعل الإنسان المسلم مقبلا على روحه مصلحا لنفسيته فحري بكل مسلم أن يجعل من هذا الشهر الفضيل نقطة تحول من حياة هجر الدين وتعاليمه إلى حياة الاستغفار والتوبة النصوحة وأن يكون هذا الشهر مرحلة تغير في المناهج والأفكار والأراء لتكون موافقة للمنهج الحق كتاب الله وسنة نبيه المصطفى عليه أزكى الصلوات والسلام هو شهر القرآن شهر الذكر شهر الصدقات شهر القربات شهر الجميع الخيرات فيه يتألف قلوب المغربة تأتلف وقلوب المسلمين جمعا لا بد أن يغتمل الإنسان هذا الشهر الفضيل وأن يكثر من قراءة القرآن والاستغفار وكل ما له بعلاقة بالجانب الروحي هذه فرصة ومدرسة لا بد أن يتخرج منها الإنسان المسلم غانما من هذا الشهر سأل الله تعالي أن تقبل مننا ومنكم الصيام والقيام كلنا في حاجة ماسة إلى فترات من الصفاء والراحة والنقاء لتربية نفوسنا وتقوية عزائمنا لتجديد معالم إيماننا وإصلاح ما فسد منه من أجل هجرة صادقة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة أن السيد رمضان يحيوي عضو المجلس العلمي المحلي لوجده بعد الترحيب سيدي الكريم هل يمكنكم تقريب مشاهدين من فضائل شهر رمضان المعظم؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فإن فضائل شهر رمضان كثيرة جدا لا يمكن حصرها في وقت وجيز ولكن سأحاول قدر الإمكان أن أذكر بعضها بتركيز فشهر رمضان هو موسم اختاره الله تعالى ليكون موسم غفران الذبنوب وتكفير الخطايا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه شهر الجزاء الأعظم وشهر الثواب الأكبر كما أن هذا الشهر هو مكفر للذنوب لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر إنه شهر البركات وشهر الغفران وشهر الرضوان كما اختاره الله سبحانه وتعالى والله يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء اختاره الله تعالى ليكون شهر تنزيل القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما جعل فيه ليلة عظيمة الشأن رفيعة القدر هي ليلة القدر التي يقول العلماء إنها موجودة في رمضان هل تسمعوني سيد يحياوي؟ إذن على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم سنعوذ إليه إذا ما أتحى لنا ذلك جرح أكثر من مائة فلسطيني وعشرون شرطيا إسرائيليا في اجتباكات بين الجانبين في القدس الشرقية المحتلة ليلة الخميس الجمعة في أعمال عنف تتزامن مع تصاعد التوتر حول حظر التجمعات ونظم شبان فلسطينيون بعد صلاة العشاء والترويح تظاهرة مضادة للاحتجاج على مسيرة لأحدى الحركات اليهودية اليمينية المتطرفة المعادية علنة للفلسطينيين ما أدى إلى اندلاع صدامات استمرت حتى الفجر بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية أقيمت يوم هو الجمعة بالعاصمة إنجاميين مراسم تشيع جثمان الرئيس التشادية الراحل إدريس ديبي بحضور أزيد من عشر رؤساء دول من بينهما رئيس الفرنسي ووصل نعش الرئيس الراحل الذي كان مغطب العالم التشادي ومحاطا بجنود من الحرس الرئاسي صباح اليوم إلى ساحة الأمة في قلب العاصمة التشادية ويذكر أن الجنرال دوكور دارمي محمد إدريس ديبي تولى مهام رئيس جمهورية التشاد بحسب مثاق انتقالين وشراء أول أمس الأربع على الموقع الإلكتروني للرئاسة التشادية أطلقت مستشفيات الهند يوم هو الجمعة مناشدات عاجلة للحصول على الأكسجين مع تفاقم أزمة فيروس كورونا في البلاد إلى مستويات مروعة ومن جانبها أعلنت اليابان عن حالة الطوارئ في توكيو قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد استضافتها للألعاب الأولمبية ويضغط تفشي فيروس كورونا بشكل كبير على أنظمة الرعاية الصحية حول العالم في ظل غياب أي مؤشرات على قرب السيطرة على الوباء الذي أودى بحياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص إقبال متزايد تشهده الجامعات المغربية من قبل الطالبات على الشعب العلمية واقع يشكل تحولا في الاعتقادات التي كانت سائدة والتي تؤكد أن العلوم مجال خاص بالذكور فقط النموذج من جامعة القاضي عياد بمراكش التي تستقبل كل سنة عددا مهمة من الطالبات والأستاذات المتخصصات في الشعب العلمية في روبرتاج أمين علام زكية بالقاس والمعتصم بالله البعزاوي بهذا المختبر الخاص بالعلوم البيولوجية بكلية العلم سملا ليتابع لجامعة القاضي عياد حضور قوي للطالبات في سلك الدكتورة هنا يجريد أبحاثهن كل واحدة في مجال تخصصها هو نموذج للإقبال المتزايد على العلوم لدى الإينات أظهرنا فيه علو وكعبهن وأكدنا أن التمييز في العلوم ليس حكرا على جنس دون آخر بل يعتمد بالأساس على الولع، الجد والمثابرة والتأطير الجيد ما كانش خطيار لي هو عطيباتي أو العشوائي وإنما كان خطيار بناء على مجموعة من الأسباب ومجموعة من العوامل من بينها الشغف ديالي والحب ديالي لهذا المجال بعد أن حصلت على البكالوريا في 2018 التهقت بجامعة القدعيات وأنا سعيدة بتأطير الجيد الأساتد هنا يمنحون شيء الكثير للطلبة كنت دائما معجبة بالأسادات اللواتي نجحنا في التمييز والحصول على جوائز عالمية الإقبال المتزايد للفتيات على الشعب العلمي أحدث تحولاً على مستوى كلية العلوم السملالية التي تشهد تقارباً أو تفوقاً للإينات في العديد من الشعب على زملائهم الذكور في مختلف الأسلاك الإجازة، المصدر أو الدكتورة فجالات أخرى أكدت فيها الطالبات تفوقهن خلال السنوات الأخيرة من بينها العلوم الرياضية وتكنولوجيا الاتصال التي برزت فيها جامعة القاضعيات والتي سجلت بصمة قوية للعنصر النسوي بهذه المؤسسة الجامعية ولتعرف على معطيات إضافية حول هذا الموضوع نربط الاتصال المباشر من مدينة تتوان بسيد عبد الوهاب إيد الحاج أساد بكلية العلوم بجامعة عبد المالك السعدي مرحباً بكم معنا سيد إيد الحاج إذن المؤسسات الجامعية تسجل تزايداً مستمرة للإناث في الشعب العلمية برأيكم ما هي العوامل التي ساعدت على تحفيز إقبال الفتيات على هذا التخصص شكراً على الاستضافة الملاحظ هو أن هناك توجه كبير نحو العلوم بالنسبة للطلبة بصفة عامة لكن الفتيات خلقنا الحدث في الحق أصبحنا متميزات في العلوم ربما بالإضافة إلى الأسباب الانفتاح المحيط السوسيو اقتصادي فيما يخص سوق شغل ولكن أظن أنه العامل الرئيسي هو أن المرأة تتمتع بالانتباه وبالدقة والتكنولوجيا والعلوم تعتمد على الدقة والانتباه نعم سيد إيد الحاج في اليوم العالمي للفتيات بمجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات كيف يمكن تشجيع الفتيات على وضع التكنولوجيا في صميم اهتمامهن مع العلم أن هذا المجال تراهن عليه الاقتصادات العالمية بالنسبة إلينا داخل كلية العلوم بجمعات عبد الملك السعدي عملنا على خلق مركز الابتكار في التكنولوجيا كما عملنا على تنويع التكوينات بصفة عامة وانفتحنا عن المحيط السوسيو اقتصادي والآن وصل عدد الفتيات في كليةنا بكلية العلوم بتطوان إلى 55% يعني أن عدد الفتيات بكلية العلوم بتطوان فاق بـ 5% عدد الضكور السيد عبد الوهاب إيد الحاج أساد بكلية العلوم بجامعة عبد الملك السعدي شكرا على مشاركتكم معنا في هذه النشرة وفي موضوع آخر أدى انفجار قنينة غاز في مدينة الدار البيضاء لوفاة شخص بعد تعرضه لحروق بليغة بمعية أربعة من أفراد أسرته تقرير حنان أرسلان انفجرت أول أمس بمنزل إحدى الأسار بدار الأمان بعين سبع بالدار البيضاء قنينة غاز صغيرة الحصيلة وفاة الإبن جرأ الحروق البليغة نقرب المغرب الشيء لأمه والواجبات للإفطار فإذا تحس بأنك الراس البوطان ما زاقش في بلاستك يتنفس بغا بشي يصاوب ويقادوا بدأت الغاز يتسرب مع الدو شاعل مباشرة نطلق في الدار كلوق عن فيجار قوي بزاف وحن فيجار يعني ما تقدرش تصوره على نفسك وأنا شايد عين لأن الدار ديالي هي هذه اللي أنفص معهم لا ربعا ما تقريبا نقل المغرب شي ربوع ساعة أنا كتفت الدار اللي جبتي سخرة كنت سمع وحد من فيجار جيت لقيت الأب مسكين كله محروق خارج الأم تايايا دريج وجود دريج تمام ساكن تحرقوا دريج إذن ذياله الساعة ذاك في واحد حالة خاطرة كتبالي العافية وكتبالي إنسان المحروق احنا معمرناش شفنا بنادم محروق الحديث أدى أيضا إلى إصابات متفاوتة الخطورة لدى ثلاثة أشخاص من ذات الأسرة والذين يوجدون تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش بمستشفى ابن الرشد بالدار البيضاء وبإقليم إنزقاني سيقظ تجار سوق للمتلاشيات صباح يومه الجمعة على وقع حريق مهول اندلع بمحلاتهم التجارية وشب الحريق بشكل مفاجئ في بعض المتلاشيات قبل أن يندلع في السوق بسرعة كبيرة تفاصيل أوفى عن هذا الحادث مع خديجة زروال وأحمد حمري كما توضح الصور الحريق حول محلات تجارية إلى رماد بسوق للمتلاشيات وسوق الدجاج بإنزقان حيث اندلعت النيران لتمتد ألسنتها إلى باقي المحلات المجاورة المخصصة في بيع الخشب والأثواف فكانت الخسائر المادية كبيرة حيث استضررت أكثر من عشرة محلات تجارية ومحتويتها بالكامل وحتى لا تمتد ألسنة اللهب إلى باقي الأسواق المجاورة والموجودة غير بعيد عن مكان الحادث طوقت عناصر السلطات المحلية والأمنية ورجال الوقاية المدنية جميع الزوايا التي شب فيها الحريق وبالاستعانة بشاحنة كبيرة مجهزة بسهار جمائية تمت السيطرة على الحريق في الوقت الذي فتحت فيه السلطات المحلية الأمنية بإنزقان تحقيقا لمعرفة أسباب وملبسة هذا الحادث اللحظة ومشاهدين نتوقف عند جديد حالة التقصي في بلادنا مع لبنى بن رامي أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى النشرة الجوية تتوقع المدرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية نزول زخات قوية ومحليا عاصفية إلى غاية الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم حيث ستتراوح مقيسها ما بين 20 و30 مم وتتهم أقالي ما إفران بولمان وميدلت وظاهرة هذا اليوم ستكون الأجواء قليلة السحب بالمناطق الشرقية للمملكة درجة الحررة ستصل إلى 30 درجة بفيق 26 درجة بوجدة 29 درجة ستسجل ببعرفة و24 درجة بمدينة الحسيمة الأجواء ستكون غير مستقرة بمناطق الأطلسي المتوسطة مع زخات رعدية 24 درجة ستسجل بإفران و29 درجة بمكناس بالمناطق الساحلية سماء قليلة السحب درجة الحررة ستصل إلى 24 درجة بالرباط 25 درجة بالجليدة و28 درجة ببن ملال بالسفوح الجنوبية الشرقية تقصر مستقر 34 درجة مرتقبة بأرفود 31 درجة بالراشدية 29 درجة بتنغير 35 درجة بزاقورة 33 درجة ستسجل بورززات 30 درجة متوقعة بمراكش الأجواء بمنطقة سوس ستكون عموما مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى غائمة 30 درجة مرتقبة بيتارودانت 26 درجة بيقليميم وطنطن شمال الأقاليم الجنوبية تقصر مستقر مع سماء صافية إلى قليلة السحب درجة الحررة ستصل إلى 25 درجة ببشدور 33 درجة ببرئنسران 34 درجة ستسجل بأوسرد 24 درجة بمدينة الداخلة وكذلك القويرة شكرا لكم على طيب المتابعة مشاهدينا وضمتم بخير مشاهدينا قبل تغذيعكم هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة عشر رمضان ذكرى وفاة أبو الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثرى مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة قاطبة تضحيات الجسام التي بذلها الملك الراحل من أجل بلاده وشعبه فضائل شهر رمضان المعظم لا تعد ولا تحصى فهو شهر تتنزل فيه رحمة رب العالمين وتضعف فيه الحسنات وترفع الدرجات وتمحى الخطايا ومن وجدة تابعنا روبرتاجا حول البعد الروحي لهذا الشهر الأبرك إقبال متزايد تشهده الجامعات المغربية من قبل الطالبات على الشعب العلمية واقع يشكل تحولا في الاعتقادات التي كانت سائدة والتي تؤكد أن العلوم مجال خاص بالذكور فقط شكرا على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة